إذن توجس وتخوف لدى الاحتلال المغربي من تصدر أقصى اليمين نتائج الانتخابات النيابية في إيطاليا ووصول جورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة الإيطالية برأيك مواقف ميلوني الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هل ستتبناها روما؟ شكرا على الاستضافة أعتقد أنه مهم جدا لأن جورجيا ميلوني ظرت مخيمة اللجنة الصحراوية مرتين وكانت هناك وداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبالتالي وكانت كذلك في اللجنة البرلمانية الصحراوية تضاني مع الشعب الصحراوي هذا مهم لأن وصولها إلى سدة الحكم أعتقد على أنه سنشهد مثلا الموقف إيطالي ربما داعم أكثر للقضية الصحراوية على مستوى اتحاد الأوروبي كذلك ربما كذلك قد تساهم في تقويض سياسة الاحتلال المغربي الذي يحاول كان يدفع الدول الأوروبية مثلا الاعتراف له بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية وبالتالي سعود يعني أول رئيس الزراف في إيطاليا إلى سيدة الحكم وصديقة الشعب الصحراوي نعتقد أنه مهم وربما ستكون له في قادم الأيام والأشهر العكاسات إيجابية على القضية الصحراوية نعم إذن أيضا إذا كان الاحتلال المغربي يتوجس من اعتلال ميلونيا السلطة في إيطاليا كيف سيتعامل والقار العجوز في سنوات المقبلة أو سنوات الأخيرة أيضا تشهد تمددا لتيارات اليمينية الداعمة لقضايا قضايا تحرر؟ هناك صعود اليمين هناك كذلك توجس داخل اتحاد الأوروبي من صعود التيار اليميني ولكن الأوضاع الاقتصادية الموجودة الآن في أوروبا التضخم، الهجرة، أعتقد أنه الخوف كذلك من الجامعات الإسلامية المتطرفة إضافة إلى الأزمة الموجودة في أوكرانيا وفي الحدود هذا يدفع الناخب الأوروبي إلى ربما التصويت على اليمين أعتقد أنه صعود اليمين ربما مثل ما شاهدنا في إيطاليا قد يكون مثل حزب بوكس مثلا كذلك في إسباليا ربما صعوده قد يساهم في أنه نرى مواقف داعمة ربما لقضية صحراوية على شكلة مثلا الموقف جورجيا ميلوني في إيطاليا وعلينا أن ننتظر ونرى لكن نعتقد على أنه ربما الأمور تسير في اتجاه أنه دعم القضية الصحراوية طيب هناك أيضا تخوف لدى أقطاب الاتحاد الأوروبي من تنامي طيارات اليمينية المتطرفة ما هو نعكاس هذه الظاهرة على تماسك الاتحاد برأيك؟ هناك توجه كبير داخل الاتحاد الأوروبي من أنه صعود تيارات اليمينية خصوص تيارات المتطرفة ربما تقوده هناك خلش يقود إلى تفكير الاتحاد الأوروبي من الداخل مثلا على شكلة البريكست أن يكون هناك كذلك ربما صعود اليمين ربما يساهم أحزاب اليمين تساهم في تغيير قوانين المنظمة الاتحاد الأوروبي من الداخل بما يخدم سياسة اليمين المتطرفة التي ربما بعضها يذهب تجاه عكس المثل التي تؤمن بها الاتحاد الأوروبي وبالتالي توجه كبير توجه كذلك هل إيطاليا ستستمر في النهج الأوروبي الحالي في العقوبات مثلا يرون العقوبات على روسيا أو في دعمها لأوكرانيا وبالتالي هناك أسئلة كثيرة جورجيا ميلوني حاولت تبني في الأولى الأخيرة خطاب هادي تجاه الاتحاد الأوروبي ليس خطابا متطرفا مثل ما كان يصفها البعض ويعتقد البعض على أن إيطاليا غارقة في الأولى الأخيرة في الكثير من الديون وهناك كذلك مساعدات كبيرة من الاتحاد الأوروبي يعتقد البعض على أن هذه التصريحات هي فقط في إطار الحامل الانتخابية لكن عندما تصل إلى السلطة ربما سيكون الخطاب مغايرا نعم إذن الأستاذ بلا الحبيب بريكا الباحث في تسوية النزاعات الدولية شكرا جزيلا لحضارك معنا شكرا جزيلا لحضارك